السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أولياء الأمر الكرام وطلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهتر من الأول لو عايز تعرف أهم الموضوعات لسؤال البراجراف يبقى ركز معايا لأخر الفيديو وكبر الشاشة وعلى الصوت ويلا نبدأ وزي ما بنسجل فيديوهات النوع دوت دايما نقول لك الأصل في الكتابة إنك تكتب من راسك مش تحفظ لكن في ناس راسها فضية من الأفكار ما بتلاقيش أفكار فمنحاول نساعده وزي ما بنقول العنوين بتختلف كتير وبتغدعك لكن الموضوع أكيد أنت بتبقى عارفه ما تنسوش اللايك والتعليق والمشاركة علشان غيرك يستفيد أول موضوع معنا food in your country الطعام في بلدك how to be healthy كيف تكون صح your country دولتك أو بلدك city مدينتك town برضو مدينتك بس دي أصغر من دي ميل الواجبة برجادة الغرداء يعني من الآخر أي مدينة أو أي طعام زمان تشهي ببدأ أكتب الأربع جمال اللي احنا عارفينهم I am ten أنا عند عشر سنين I am in great four أنا في سنة ربعة I live with my family بعيش مع أصرتي we live in وتكتب اسم المحافظة we live in Fayoum we live in Cairo we live in Giza تمام؟ بعد كده روح يقول له my city is big and clean يعني مدينة بكوم كبيرة ونظيفة there are schools يوجد مدارس and shops ومحلات وابدأ أكتب له على اللي بيحصل في البلد farmers can grow rice and mangoes الفلاحين أو المزارعين يقدروا يزرعوا رز ومانجة farmers can raise chickens and sheep يعني الفلاحين يقدروا يربوا فراخ وغرفان عايز تكتب أي حاجة تانية اكتبها Fisherman الصيادين catch fish يصطادوا سمك إنزاسي من البحر I like healthy food أنا بحب الطعام الصحي I like mangoes أنا بحب المانجة I don't like unhealthy food أنا مش بحب unhealthy food طعام غير صحي I don't like burger أنا مش بحب البرجر I am happy أنا بكون فرحان Life is good in Egypt الحياة تكون جيدة في مصر تمام كده طبعا حضرتك بتكتب أقل عدد من الجمل مثلا هنقول خليهم ستة سبعة تمانية ما يقلش عن ستة يعني ممكن تكتب أشرب راحتك عادي طيب إحنا هنا بنتج جمل بزيادة لأن إنت أكيد بتنسى جمل من دي في الامتحان فعلشان توصل للهدف المنشود زائد إن السؤال ده في جميع المراحل رابعة وخمسة وستة بتوزيع الدرجات وخمس درجات وما تنساش إن أول حرف في أي جملة كابتل وفي الآخر في الستطاب تمام؟ عشان كل ده بتاخد عليه درجات طيب تاني موضوع الأنمالس إن إيجبت الحيوانات في مصر أو يور فيفريت أنيمال أو حيوانك المفضل أو يجيب لك حيوان معين ويقول لك اكتب عنه براحتك بتكتب برضو الأربع جمل مقدمة اللي إحنا عارفينهم وتسيب نصو سنتي بعد كده في أول جملة أمام؟ في أول سطر وتبدأ تقول We have many animals in Egypt عندنا حيوانات كتير في مصر I like camels أنا بحب الجمال طبعا هو جاب لك أي حيوان تاني كتب له مكان كلمة camels دي كتب له اسم الحيوان التاني تمام؟ طيب بدل كلمة grass and leaves اكتبوا اللي هو بيأكله مثلا لو حطيت الفنك فوكس اللي هو سعلى بالفنك هتكتب إيه؟ insects يعني الحشرات and mice والفيران أو small animals الحيوانات الصغيرة براحتك تمام كده؟ فأنت شغل مخك وما تكتبش جمعة الغلب طبعا كل الحاجات أو الحيوانات كلها بتشارك في بعض الصفات المعينة زي اللي هنقولها دي they drink water بيشربوا مية they have four legs عندهم أربع رجول they have small ears عندهم ودان صغيرة ده بالنسبة للجمال لو انت تكتب حاجة دانية شوف ودانها كبيرة ولا لأ وراح كاتب بدل كلمة small big تمام كده؟ مثلا للحسنة تزود بقى براحتك تزود الجمع اللي انت عايزها ونقص برضو من دي الجمع اللي انت عايزها they have four عندهم فارغ they are nice and big هم شكلون جميل وكبار تمام؟ طيب ممكن ازود جملة مسلا نقوله ممكن اقول they are perfect وما بيكون مسأليين for the desert للصحراء طيب ممكن تزود جميل وكبار they are fast they are fast fast طيب the camel the camel the camel is bigger than بيكون اكبر من the mouse اكبر من الماوس اكبر من الفار all the animals are important كل الحيوانات بتكون مهمة او ممكن تكتب مسلا بعد كلمة مهمة and useful ومفيدة تمام كده and useful الموضوع الموضوع اللي بعد كده different houses المنازل المختلفة او يقولك your home منزلك او house او apartment شايتك او bedroom غرفتك غربة النوم او اي غرفة يعني حاجة في البيت يعني من الاخر تمام؟ مع انها برضو تمشي اه للمدينة برضو الموضوع ده برضو يمشي للمدينة اللي هو city او town تمام؟ هنكتب الاربع جمل المقدمة اللي انت عارفهم انا مش عايدهم تاني عشان مدة الفيديو وابدا اكتب ايه؟ طبعا انا كتبت اخر جمل I live in Fayoum انا بعيش في ال Fayoum It's a big city انا مدينة كبيرة I live in a house انا بعيش في منزل My house is big and nice بيتي بيكون كبير وجميل It has a garden لديه حديقة I play with my sister in the garden انا بالعب في الحديقة مع اختي I love my bedroom انا بحب غرفة النوم It's big انا كبيرة I can relax اقدر ارتاح I can do my homework انا اعمل الواجب فيها My mother mama loves the living room بتحب غرفة المعيشة طبعا هنا حطيت S في الفعل ده عشان الام مفرد ده زمن مدرع بسيط She can see the street تقدر تشوف الشارع She watches هي بتشاهد تيفي التلفزيون There is a big balcony يوجد بلكونة كبيرة طبعا الجمل دي خاصة بلايه زي ما قلنا البيت او المدينة طبعا كده عايز برضو تزود تزود عايز تنقص تنقص منها اللي يعجبك بس لازم التدريب على هذه الموضوعات بالورقة والقلم وتكون فاهم قبل ما تكتب بالورقة والقلم تمام مرة واثنين وثلاثة طيب اخر الموضوع اللي قبل الاخير معنا البلانتس النباتات او your favorite plant او نباتك المفضل او يجيب لك نباته يقول لك اكتب عنه تمام طيب بنكتب الاربع جمل المقدمة اللي انت عرفه ونبدأ نكتب We live in Egypt احنا بنعيش في مصر It's a big country انها دولة كبيرة او بلد كبيرة We have many plants in Egypt عندنا نباتات كتير في مصر We plant the seeds بنزرعن البذور In the soil في التربة The roots grow under the soil الجدور بتجبر تحت التربة The plant gets taller النبات بيطول تمام كده اا ممكن نزود هنا جملة كمان The should النباتة grows تنمو above above the soil فوق التربة النبتة بتنمو هي فوق التربة The plant gets taller يعني النبات بيطول It grows leaves بيطلع أوراق شجر We put the plant in the sunlight بنحط أو نضع النبات في ضوء الشمس We water the plant everyday واحنا بنسق النبات كل يوم تمام؟ طيب اا يقول لك آخر موضوع بقى different jobs يعني الوظيفة المختلفة أو The job you want to do الوظيفة اللي انت عايز تشتغلها أو يعني وظيفتك المفضلة أو يجب لك وظيفة وانت تكتب عنها كل ده ايه سهل اتروح ايله طبعا الاربع جمعة المقدمة وتبدأ تكتب ايه I live in Egypt انا بقى ايش في مصر It's a big country انها بلد كبيرة أو دولة كبيرة All jobs are important كل الوظيف مهمة الحاجات دي سابتة في جيه اللي انا بقوله لحد الوقتي سابت في جميع ايه الوظيف اللي يجبها تمام؟ من اول ايه نبقى ايه خلي بالك معايا I want to be a teacher انا اريد ان اكون ايه معلم انت طبعا عايز تغير teacher غير اكتب دكتور اكتب ميكانيك اكتب اللي انت عايزه تمام؟ بس كل حاجة هتكتبها هيترتب على الجمل اللي بعدها انا مثلا انا اخترت teacher وروح تقالي ايه The teachers المدرسين get up early بيصحوا بدل انت بقى لو كتبت هنا doctor هتغير كلمة teacher دي برضو وتخليها doctors تمام؟ وهكذا They work at school هم بيشتغلوا في المدرسة طبعا لو انت كتبت حاجة غير teacher هتغير وتشوف المكان اللي هم بيشتغلوا فيه وتكتبوا They explain lessons هم بيشرحوا الدروس برضو انت لو كتبت وظيفة تانية هتشوف هم بيعملوا ايه مثلا اخترت هتقول ايه They fix pipes and facets هم بيصلحوا الموسير والحنفية اللي انت تكتبه تكون مسؤول عنه طيب They work for many hours هم بيشتغلوا الكسير من الساعات طبعا دي تنطبق على جميع الوظائف They teach and help students هم بيدرسوا وبيساعدوا الطلاب It's hard work انه عمل صعب تمام كده؟ طبعا الجملة دي تنطبق برضو على كل الوظائف بكده يبقى خلصنا الموضوعات المهمة للصف الرابع اتمنى نكون افدناكم وتابعونا في اي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته